اهلا بكل مشتركين قناة عربيتي الوكيل المحلي لعلامة كايا الكورية اللي هو شركة EIT اعلن عن اسعار كايا جراند سراتو فيسليفت موديل 2022 الاول هنتعرف على اسعار جميع الفئات وبعد كده هنتعرف على تفاصيل كل فئة وإيه الفرق بينها وبين الفئة اللي قبلة بالنسبة للاسعار الفئة الاولى LX هتبدأ ب319,900 اما الفئة التانية LX Full Option فبسعر 329,900 والفئة التلتة EX Camp ب395,900 الفئة الهاي لاين ب374,900 اما التوب لاين ب414,900 يبقى الاسعار بتبدأ من 319,900 وبتنتهي عند 414,900 تقريبا بفرق 95,000 جنيه تعالوا بقى نتعرف على الكماليات والفرقات اللي تفرق 95,000 جنيه بين الفئة الاول هنتكلم عن المحرب هو محرك ربعي الاستوانات بسعة 1600 سيسي بقدرة 130 حصار عزم اقصى للدوران 155 نيوتر متر ومتوصل بنقل حركة اوتوماتيك سوداسي السرعة معدل استهلاك الوقود 96 من 10 لتر لكل 100 كيلو اما ساعة خزان الوقود 50 لتر وبالنسبة للابعاد فالطول الكلي العربية 4 متر 64 سنتي اما العرض 1 متر 80 سنتي والارتفاع 1 متر 45 سنتي طول قعدة العجلات 2 متر 70 سنتي الخلوص الارضي 15 سنتي ووزن السيارة فارغ 1293 كيلو جرام وساعة صندوق الامتاع 502 لتر اما بالنسبة لعوامل الامان والسلامة فحنبدأ بالفئة الاولى اللي هي تقريبا مفهاش عوامل الامان وسلامة لان الفئة ديت مفهاش غير منع ادارة المحرك ونظام الفرام الابي اس ونظام توزيع الكتروني لقوة الفرام الابي دي اما الفئة التانية فزودوا فيها وسادة هواية للصار والفئة التالتة زودوا فيها وسادة هواية كمان للراكب الامان اما الفئة الرابعة فزودوا عليها حساسات ركن خلفية والفئة الخمسة والاخيرة فهي ديت اللي تعتبر فيها وسائل امان لان ننضف عليها برنامج التوازن عند المرتفعات وامكانية التحكم الالكتروني بالسبات اما بالنسبة للتجهيزات الخارجية والداخلية فحنبدأ بالفئة الاولى اللي هي بتنزل باطارات 15 بوص والمكسورة الداخلية مفهاش كماليات غير ان هي فيها تاكيف هواء زجاج كهرباء امامي وخلفي ومرأيات كهرباء وراديو اف ام ومخرج ايو اكس ويو اس بي وبلوتوس وتحكم من عجلة القيادة وعجلة القيادة متحركة في اربع اتجاهات وعرض لدرجة الحرارة الخارجية ومسند يد امامي ونور للقراءة واماكن لحفظ النضارة واخيرا خاصية ضبط ارتفاع مقعد الصغير اما الفئة التانية فبتنزل بجنود 16 بوص واشارات لد في المرايات الجانبية والمرايات بتقفل وتفتح كهرباء اما المواصفات الداخلية فهي هي الفئة الاولى مع اضافة امكانية التحكم عن بعد في غلق وفتح الابوئة نيجي بقى الفئة التالتة فالمواصفات الخارجية هي هي بتاعت الفئة التانية اما المواصفات الداخلية فزودوا عليها مسبت سرعة بتحكم من عجلة القيادة وشاشة لمس مقاس 8 بوص تدعم نظام اندرويد اوتو وقابل كاربل اي وكاميرا ركن خلفية ومخرج تكيف خلفي وبالنسبة الفئة الرابعة فالمواصفات الخارجية بتاعتها هي هي الفئة التالتة مع اضافة فتحة تساء اما المواصفات الداخلية فهي هي المواصفات الفئة التالتة نيجي بقى للفئة الخامسة والاخيرة فالمواصفات الخارجية بتاعتها زودوا فيها دي لايت بيشتغل مع قدارة المحرك ومصابيح امامية وخلفية LED اما المواصفات الداخلية فزودوا عليها تكيف هوا اوتوماتيك ومفتح زاكي مع زر ادارة وايقاف المحرك وادارة المحرك عن بعد بالروموت وعجلة القيادة ونقل الحرقة من الجلد بالاضافة المسند يد خلفي مع حامل اكواب أما بالنسبة للملامح الجديدة للفيسليفت فهي بين أوف واجهة العربية زي الشبكة الأمامية اللي أصبحت أعرض وشعار كاية الجديد في واجهة السيارة والتصميم الجديد لفتحات التهوية اللي في الاكسدام الأمامي اللي شبه المسلس والفجات الأمامية تم تغيير مكانه لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله